هل يطرى الجبن الرومي تعتبر من الأغذية الصحية؟ وإيه الفرق بين الجبن الرومي القديمة والجديدة والجبن الرومي البطارخ؟ السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير النهاردة هنتكلم عن الجبن الرومي بس قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة مش محتاجة ذكر حضراتكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصمتة تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد أكبر من الناس بدايةً كده الجبن الرومي لها مسميات متعددة عندنا في مصر بنقول عليها الجبن الرومي والاسكندراناي بيقولوا عليها الجبن التركي وبره لو عايتين تبحثوا عنها باللغة الإنجليزية هتبقى rather cheese كلها مسميات لنوع واحد من الجبنة بيصنع من الحليب البقري وفي مصر بيصنع من الحليب البقري مخلوط عليه حليب جاموسي ولازم نعرف في البداية كده أن الجبن الرومي بتصنع من حليب كامل الدسم يعني لازم شرط أساسي في تصنيع الجبن الرومي أن هي تكون من حليب كامل الدسم يعني نسبة الدهون فيها مرتفعة زي ما نعرف في القيمة الغذائية للجبن الرومي وعشان نعرف القيمة الغذائية للجبن الرومي وإزاي الجبن الرومي ممكن تتغش لازم نعرف الجبن الرومي بسرعة كده بتصنع إزاي ببساطة شديدة الجبن الرومي بعد ما المصنع بيستلم الحليب ويعمل بعض التحاليل المهم عليه زي تحاليل العد البكتيري ونسبة المواد الصلبة وكمان برضو يتأكد إن الحليب ما فيهوش متبقية للمندودات الحيوية لأن زي ما قلنا صناعة الألبان قائمة أصلا على البكتيريا فما ينفعش أي مصنع الألبان في الدنيا يستلم لبن يكون فيه متبقيات لمضادات الحيوية لأن ده يفسد عملية التصنيع بالكامل بعد ما المصنع بيستلم اللبن بيبتدي يرفع درجة حرارته وبعد كده بيحط عليه المنفحة اللي اتكلمنا عنها في الحلقات السابقة وطبعا بعد ما بيحط المنفحة اللبن بيتخثر أو بيتجبن بيبتدي اللبن يتصبف فورم أو أوالب طبعا بيحطوا على الجبن الرومي فلفل سويت صحيح وكمان برضو بيحطوا عليها نسبة من نسب الملح بعد كده الجبن الرومي بتطلع على حاجة كده اسمها المناشر عبارة عن رفوف خشبية بيتحط عليها الجبن الرومي وبيتملح قرص الجبنة وبيبتدي يتقلب وفترة بقى بقاء قرص الجبن الرومي على المنشر الخشب بتختلف حسب نوع الجبن الرومي الفترة دي ممكن تمتد من 70 ل90 يوم وكلما الفترة كانت قليلة كانت الجبن الرومي أرخص وممكن نسميها جبن رومي جديدة المسميات جديدة وبطارخ وأديمة دي مسميات تجارية شوية هي كلها جبن رومي بس بتفرق في السعر وبتفرق كمان في مدة بقاء قرص الجبن الرومي على الرف أثناء عملية التمليح والتقليم ولو الجبن الرومي قعدت أكتر من 70 يوم بتوصل حوالي 90 يوم بتبقى جبن رومي قديمة الطعم بتاعها بيبقى لازع أكتر بيبقى لها طعم ومميز أكتر وبنقول عليها جبن رومي قديمة والأكتر من كده إذا قعدت فترة أكتر من كده بتتحول لجبن رومي قديمة بزيادة شوية ودي اللي بنسميها جبن رومي بطارخ وأكتر حاجة بتميزها طعمها اللازع شوية اللي بيفرق كتير عن الجبن الرومي الجديدة دي كده طريقة التصنيع بتاعة الجبن الرومي بعد كده الجبن الرومي لازم تتحفظ في التلاجة لقراس طبعا المصنع بيفزها في تلاجات للتغزين وبعد كده بيسوقها لمحلات البقالة أو للسوبر ماركت طب ليه الجبن الرومي القديمة أو البطارخ بتكون أغلى في التمن من الجبنة الجديدة طبعا أرس الجبنة كلما بيقعد ويتملح على الرف الخشب في المصنع بيفقد رطوبة وكلما يفقد رطوبة وزن الأرس بيقل وده طبعا المصنع ما بيتكلفوش لازم يزود التمن عشان يعوض العجز اللي حصل من فقد الرطوبة إنما كلها بتعتبر جبنة رومي واحدة مفيش أي فرق في القيمة الغذائية هو الفرق بس في الطعم اللازع لأن طبعا أثناء وضع الجبنة الرومي أو أرس الجبنة الرومي على المنشر الخشب بتنمو فيه البكتيريا اللي احنا قلنا عليها بكتيريا اللاكتوباسيلس والبكتيريا دي هي اللي بتدي الطعم اللازع شوية للجبنة وكتير من أنواع البكتيريا وفساد الجبنة الرومي برضو بيكون ناتج من نمو بعض الأعفان على الجبنة زي ما هنعرف إن شاء الله في الفيديوهات الجاية إزاي نعرف الجبنة الرومي المخشوشة أو اللي ممكن تكون فسدت وصاحب المحل بيبيعها مع أنها فسدة طيب كم كيلو لبن ممكن نعمل بيهم كم كيلو جبنة احنا قلنا أن الآلب اللي بيتصب فيه الجبنة الرومي بيكون حوالي 14.5 كيلو جرام بياخدوا حوالي 145 كيلو لبن نفهم من كده إيه؟ نفهم أن كل كيلو جبنة الرومي بيتصنع من حوالي 10 كيلو لبن بقري أو لبن بقري على جاموسي وده يدينا بقى انطباع للقيمة الغذائية بتاعة الجبنة الرومي جبنة الرومي محتواها الدهني عالي طبعا فيها كالسيم وفيها كتير من الفيتامينات المفيدة جدا ولكن قصاد كده بتحتوي على كمية دهون عالية لأن كمية اللبن اللي داخل في تصنيع كل كيلو من الجبنة الرومي بيكون كمية كبيرة وزي ما قلنا لازم وشرطة أساسي أن الجبنة الرومي تتصنع من لبن كامل الدسم يعني نسبة الدسم فيه ويكون عالية خصوصا كمان أنهما بيضيفوا اللبن البقري على اللبن الجاموسي والمصانع كلها بتعتمد في إنتاج الجبنة الرومي في الفترة بتاعة الشتاء يعني بداية كده من يناير وفبراير ومارس لأن صناعة الجبنة الرومي صناعة موسمية والفترة دي بتكون فترة وجود البرسيم فالحيوانات سواء الأبقار أو الجاموس بيكون الفات أو الدهون في الحليب الناتج منها بيكون مرتفع وده بيخلي الجبنة الرومي عالية الدسم أو عالية الدهون بنسبة كبيرة فلازم اللي بيتناول الجبنة الرومي يخلي باله خصوصا الناس اللي بتعمل ضايت مقترن بعدد السعرات الحرية الناس اللي بتحسب احتياجاتها اليومية من الصعرات الحرية وبياكلوا على أساس كده لازم ياخدوا بالهم من الجبن الرومي لأن الجبن الرومي دهونها عالية وبالتالي الصعرات الحرية بتاعتها عالية كمان برضو الناس اللي سنها كبير لازم تاخد بالها من استهلاك كمية كبيرة من الجبن الرومي خصوصا الناس اللي غاوية سندوتشات جبن الرومي سايحة دي بتكون نسبة الدهون فيها مرتفعة عشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا من المحتوى الدهني الزيادة في الجبنة الرومي وزي ما هنتكلم في الحلقات الجاية عن أنواع تانية من الجبنة بتحتوي على دهون مرتفعة زي مثلا الجبنة الشيدر وهنتكلم برضو ان شاء الله عن طرق غش الجبنة الرومي وازاي نختار الجبنة الرومي ونعرف المصدر اللي احنا بنختار منه الجبنة الرومي يا رب اكون قدرت افيد حضراتكم النهاردة بمعلومة واشوفكم على خير الفيديو الجاي